أربع أسباب جماعة اليوم سأحطيكم أربع أسباب ليش البيتكون على وشك بأن يقلع سأوريكم السبب من ناحية الفنية هو كمان سأوريكم إيش اللي قاعد يحصل على الأونتشين لأنه في شيء هنا تشارت هائل في العادة يشير إلى بولرن هائل يرتفع الآن بشكل كبير جدا فجماعة هذه الأشياء لازم تعرفوها المؤسسات يدخل الآن بشكل كبير في الكريبتو ولازم المفروض بأنك تعمل نفس الشيء مرحبا بكم مرة أخرى ونصور وقدم لكم فيديوهات عن علامات الرقمية كل يوم ومعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفاعل الجرس الآن طيب جماعة دخلنا الآن بشرة طبعا ما عملت فيديو أمس والسبب ليش ما عملت فيديو أمس وهو أنه اللي قلته في الفيديو تبعي قبل يومين لسه زي ما هو اليوم وكمان أمس فالي أعتقد بأنه راح يحصل وفي الواقع أردي حصل وهو أنه إحنا مستعدين لكسر هنا عند حافة الخط البني في الأسفل كنا جاهزين لارتفاع هنا فوق هذا الخط وشوف هنا جماعة نفس الشيء إحنا مش فقط هنا كسرنا فوق الخط البني في الأسفل ولكن كمان طلعنا هنا فوق القمم السابقة وهذا الشيء هائل جدا والشيء اللي أكثر روعة هو أنه نعم حصلنا هنا على ارتفاع وأكيد راح نحصل على الخفاض ولكنiness جماعة وهو أنه الآن حافة الخط البني في الأسفل تدعم سعر البيتكوين فهذا هنا شيء هائل جدا من الناحية الفنية إحنا كنا نعانيه بشكل كبير جدا من هذا المستوى وإن تعرفنا جماعة بأنه أنا كنت أقول دائما في كل مرة نرتفع فيها إلى حافة الخاط البني في الأسفل بأنه جماعة خليكم حذرين جماعة خليكم حذرين لأنه على ميزان الاحتماليات إحنا ما راح نقدر أو ما راح نستمر هنا في الصعود بشكل مستمر وما راح نكمل بهذا الشكل وبالفعل تقدروا هنا تشوفوا في الأول مرة حصلنا هنا على هبوط هائل في المرة الأولى وكمان هبوط كبير في المرة الثانية وكمان هبوط هائل هنا في المرة الثالثة وكمان في الواقع المرة الرابعة ولكن نشوفه يا جماعة الآن أعتقد بأنه إحنا جاهزين لارتفاع هنا فوق هذا المستوى وأن نسيطر على هذه المنطقة وأن نرتفع هنا إلى مستويات أعلى إحنا الآن قاعدين نحول هذا المستوى إلى مستوى دعم هائل فمن ناحية الفنية كل شيء لسه ماشي على حسب الخطة وكل شيء ماشي كويس طيب إيش اللي أعتقد بأنه راح يحصل نفس الشيء يا جماعة اللي قلته في الفيديو تابعي قبل يومين أعتقد بأنه إحنا راح نشوف هنا ارتفاع كبر للبيتكوين في النهاية يعني ممكن نحصل هنا على تماسك داخل الخط البني أعتقد أنه هذا شيء ممكن ولكن في النهاية أعتقد بأنه إحنا راح نحصل على ارتفاع والدفع الكبيرة إلى خط الخط البني اللي بعد كذا عند 40 ألف دولار فال40 ألف دولار هذا هنا شيء حتمي للبيتكوين راح نرتفع إليه ولما يحصل هذا الشيء فالبيتكوين راح يرتفع ولكن الإيثريوم راح ينخفض شوية والعملات البديلة راح كمان تنخفض شوية مقارنة بالبيتكوين فخلونا نقول يعني مثلا على تشارت هنا الإيثريوم مقابل البيتكوين يعني راح تشوفوا هذه الشمعة هنا الأسبوعية ممكن يعني إنها تهبط شوية في أثناء زيادة قوة البيتكوين وكسر هذا المستوى للأعلى في النهاية ولكن بعدها لما البيتكوين يبدأ بالتماسك وهذا ممكن يحصل خلونا نقول مثلا يعني ممكن نحصل هنا على هذا التماسك داخل هذا الخط البني نحصل على تماسك كبير للبيتكوين هذا السيناريو يا جماعة اللي أنا أتكلم عليه ممكن كمان يحصل داخل هذا الخط البني ولكن النقطة المهمة اللي أنا أقصدها بأنه لما تشوفوا البيتكوين يرتفع هنا بشكل كبير فيعني بشكل مبدئي الإيثيريوم والعملات البديلة راح تهبط شوية مقارنة بالبيتكوين ولكن بعدها راح تلحق بالبيتكوين طيب إيش اللي أنا أقوله هنا بالنسبة للإيثيريوم أعتقد بأنه هنا خلاص تم الوصول للقاء هذا هو الشيء اللي وردتكم يا هنا في هذه المنطقة وردتكم النموذج وأعتقد بأنه هنا جماعة هذا بالفعل راح يحصل فأعتقد بأنه يعني في خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع راح نحصل على ارتفاع كبير وهائلا للإيثيريوم وهذا أكيد راح يقود إلى ارتفاعات كبيرة في العملات البديلة فأنا أكيد يا جماعة راح أخليكم على اطلاع هنا في العملات البديلة ولكن هنا على الفريم الأسبوعي هنا للبيتكوين وهذا جماعة طبعا توقعي التقريب اللي راح يحصل في البيتكوين وهذا الشيء عملته منذ كم شهر هذا اللي قلت أعتقد بأنه البيتكوين راح يعمله فتركت هذا هنا الخط بهذا الشكل فالآن يبدو بأنه الآن قاعد يتابع ويمشي بشكل جيد جدا ولكن في تنبيه هنا جماعة أعتقد بأنه ممكن البيتكوين يعمل شيء مختلف عن هذا الشيء اللي رسمته وهو مثلا يعني عندما يتم الموافقة على الاتف واعتقد بأنه هذا هنا ممكن يحصل في يناير أعتقد بأنه راح نحصل على ارتفاع يعني مثلا في هذا الوقت ممكن نحصل على ارتفاع هنا بهذا الشكل وممكن كمان يكون هذا هو الارتفاع ولكن خليكم جماعة عارفين بأنه في حافز وعامل مهم جدا لما يحصل الموافقة على الاتف فرح نحصل على ارتفاع كبير وبعدها ممكن نحصل على ارتفاع كبير أو تماسك أو ارتفاع كبير هنا هو هبوط وبعدها ارتفاع كبير فيعني ممكن يكون شيء زي كده نحصل على ارتفاع نهبوط وبعدها نحصل على ارتفاع ونهبوط ونحصل على ارتفاع أكبر من الارتفاع السابق ونستمر بالصعود الأعلى بعد التنصيف فهذه هنا نجمعها بعض السيناريوهات اللي أنا أتابعها تقريبا ولكن أهم شيء هو أنه إحنا الآن قاعدين نحصل على دعم من حافة الخط البني في الأسفل وهذا شيء رائع جدا الأشياء على المدى الطويل لسه قاعدة تمشي على حسب الخطة تذكروا جماعة هذا هنا Elite Chart موجود عندي منذ عدة سنوات وأقل شيء أقل شيء ممكن يكون منذ سنة ونص عملت هذا Elite Chart وتكلمت عنه أول مرة تكلمت بالتفصيل عن اشي اللي أعتقد بأنه راح يحصل وفين راح أجمع البيتكوين وبعد هذا الخط الأخضر هي أكيد فترة تنصيف وبعد هذا الخط هي الفترة اللي راح ننطلق فيها بشكل كبير ولكن كمان قبل هذا الخط إذا شفتم فيديو استراتيجي اتبعي قبل سنة أو قبل سنتين أعتقد بأنه قبل هذا الخط الأخضر وكمان قبل هذا الخط الأبيض أعتقد بأنه من ناحية المخاطرة كمان راح نحصل aside ارتفاعات كبيرة ولكن كمان قبل هذا الخط البيض هنا نفس الشيء لما حصلنا هنا على القاع في الأسفل عند الخط البني جمعنا البيتكون هنا في الأسفل عند هذا الخط البني بشكل كبير وهذا هو بالفعل اللي حصل فإلى الآن يا جماعة الخطة هذه هنا ماشية بشكل جيد جدا وسبب آخر يخليني مؤمن بأنه سوق الكريبتو والبيتكون راح يقلع للأعلى وهو أنه بعد ما حصلنا هنا على دعم في الأسواق التقليدية من الخط الأحمر تقدروا تشوفوا بأنه إحنا الآن بدأنا بالارتفاع مرة أخرى في الأسواق التقليدية وهذه الأموال لما الأسواق التقليدية تبدأ بالارتفاع وتكسر أعلى مستويتها السابقة وتبدأ بالصعود هنا بشكل مجنون فأموال كثيرة من هنا من الأموال التقليدية راح تتدفق إلى البيتكون ورح تتدفق إلى الإيثريوم وبعدها إلى عملات البديلة فهذا هو جماعة السيناريو اللي أنا متوقع وكمان جماعة قبل نتكلم عن بعض الأسباب الأخرى اللي تقول لنا بأنه إحنا بالفعل على وشك للحصول على صعود كبير في البيتكون والكريبتو خلونا نجمعها هنا نشوف على أداء البوتات طيب البوتات يجمعها هنا أداءها رائع جدا تقدروا تشوفوا هنا بأنه إحنا على وشك الوصول إلى 120% هنا في بوت دورة البيتكون وهنا 108% في بوت دورة الإيثريوم وفي البوتات البطيئة قاعدين هنا نحب إلى 100% أرباح وهذا البوت الآن أكثر من 100% أرباح وهذا البوت هنا الثاني على وشك بأنه يوصل إلى 100% أرباح فهذه التقلوبات يجمعها اللي قاعدين نشوفها الآن تؤدي أداء رائع جدا للبوتات هذه البوتات هنا الآن تستفيد وتستغل من هذه التقلوات للحصول على أرباح أكثر طيب على البيتكيت هذه البوتات هنا كمان قاعدة تدخل أرباح حائلة جدا والبيتكيت بالنسبة لجمعها في حاليا 33 فقط مقعد متاح متبقي إذا عايزين تستخدموا هذه البوتات يعني هنا إلى أن نوصل إلى الحد الأقصى ومش أعرف كمان إذا رح يرفعوا إلى الحد الأقصى أكثر أولا فإذا عايزين تحصلوا على الفرصة للوصول إلى هذه البوتات واستخدامها فتأكدوا جماعة بأنكم تتابعوا التعليمات اللي راح أوريكم إياها بعد شوية فكل هذه يا جماعة هنا طبعا البوتات كل هذه البوتات تؤدي أداء رائع جدا حاليا وطيب إذا عايزين يا جماعة تستخدموا استراتيجية تداول هذه هنا بنفسكم على الأوكي إكس رحوا إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو أول شيء طبعا شوفوا الفيديو التعليمي هنا في أعلى صندوق الوصف علشان تفهموا إيش اللي أنا قاعد أتكلم عنه ولكن إذا مش عايزين تعملوا هذا الشيء إذا عايزين تستخدموا البوتات بشكل سريع فانزلوا هنا تقدروا تستخدموا هذه البوتات على البايبت والأوكي إكس والبيتجت وعلى الأوكي إكس تقدروا تحصلوا على بونس 60 ألف دولار عن طريق هذا الرابط اضغطوا على جوين ناو وانضم الآن ورح تكونوا مؤهلين للبونس وبعدها بضغط زر واحدة هنا في صندوق الوصف رح تقدروا تعدوا كل هذه البوتات وعلى البايبت نتأكدوا جماعة بأنكم تشوفوا الفيديو التعليمي هنا في أعلى صندوق الوصف ولكن كمان لازم تسجلوا هنا في البايبت عن طريق هذا الرابط وتحصلوا على بونس 30 ألف دولار وبعد كذا هنا في البتجت يعني إذا مش قادر بأنك تستخدم هذول المنصتين فتقدر تستخدم البتجت ورح تحصل على بونس 8400 دولار رحوا إلى صندوق الوصف في هذا الفيديو اضغطوا على هذا الرابط رح تحصلوا على البونس وبعدها لما تضغطوا هنا على هذا الرابط وتكونوا مؤهلين فانزلوا هنا اضغطوا على هذا الرابط ورح يأخذكم إلى هذه الصفحة اعمل سبسكرايب وبعدها تقدر هنا تختار البوت اللي عايز تستخدمه فهذا هنا بيقوله تأكد جماعة رائع جدا وكل الاستراتيجيات تؤدي أداء ممتاز طيب والآن الارتفاعات الكبيرة اللي تحصل في الكريبتو دائما يتم تعبئتها او يتم قيادتها بكمياتها الى من اتذر انه يتم طباعتها طيب وشوف هنا جماعة هذا هنا تاريخ اتذر وعايز الآن اروح إلى الفترة الأخيرة خلونا نشوف مثلا يعني اذا شفنا على البولون اللي حصل في عام 2021 تقدروا تشوف هنا بانه اتذر تم طباعتها من 4 مليار دولار الى 83 مليار دولار وهذا هنا شيء هائل جدا كم كميات اتذر اللي تم طباعتها هنا وتذكروا جماعة هنا بانه اتذر اذا انت قادر بانك تودع اموال الى اتذر وتعدل اتذر فيعني لازم بانك تكون انت مؤسسة او لازم بانك تكون حوط هائل ويعني لازم تكون لاعب جاد هنا في هذا المجال في اتذر هنا جماعة بهذه الطريقة هي تم تعدين اتذر هذه الحيتان والمؤسسات تودع اموال هائلة الى حساب اتذر البنكي وبعد كده هي تم تعدين اتذر وبعد كده هيقدروا يشتروا كريبتو أو يعملوا اللي يعملوا طيب شوفوا هنا يا جماعة شوفوا هنا على هذا هنا بعد كده دخلنا على البير ماركت وبعد كده الناس هنا بدأوا باستعادة الأموال الكاش فكمية اتدار هنا بدأت بالهبوط ولكن شوفوا هنا الآن يا جماعة منذ يناير 2023 في الواقع هنا اتدار قاعدة يعني نوعا ما قاعدة ترتفع بشكل كبير جدا شوفوا هنا وبالذات مؤخرا شوفوا هنا على الأسابيع الأخيرة منذ سبتمبر تقدروا تشوفوا يا جماعة بأنه وإحنا قاعدين هنا نطبع أو قاعدين نعدن أربعة مليار دولار قيمة اتدار هل هذا هنا كل أسبوع؟ لا هذا هنا كل شهر طيب فيعني ببساطة منذ تقريبا قل من شهرين هنا حصلنا على كميات سبلاي شديدة في اتدار وهذا هنا أكثر من ستة مليار دولار قيمة اتدار فهذا هنا جماعة قاعد يحفز هذا الارتفاع طبعا الأخير اللي يحصل في البيتكوين وهذا هو جماعة في العادة اللي نشوفه في البولرانز الهائلة طيب جماعة عايز أوريكم هذا هنا بجانب التذر فيه هنا عندنا بشكل عام فيه عندنا المؤسسات تودع أموال أكثر إلى الكريبتو هنا تقدروا تشوفه التدفق الأسبوعي هنا كمان وردت لكم هذا للشارت طبعا في السابق ولكن التدفق هنا هي يستمر بالارتفاع إلى البيتكوين إلى الكريبتو هنا في إداعات أكثر وأكثر تدخل إلى فضاء العملات الرقمية طيب من الآن اللي يشتري وإذا شفنا جماعة الآن على العلاقة بين البيتكوين والتذر فتقدروا تشوفوا بأنه الآن أكبر حيتان التذر أقوى 100 متمسك هنا بالتذر أو عنوان التذر على الـ هنا أضافوا 1.6 سبعة مليار دولار في خلال الستة الأشهر الماضية وإذا استمر هذا الشيء فطبعا ارتفاع البيتكوين إلى أربعين ألف دولار هذا شيء حتمي وراح أوريكم ليش طيب تقدروا هنا تشوفوا جماعة بأنه في شهر أغسطس الحيتان بدأوا هنا ببيع اتذر وارتفع سعر البيتكوين فيعني كانوا هنا يستخدموا اتذر لشراء البيتكوين طيب والآن يا جماعة قاعدين نحصل هنا على هذا الـ والاختلاف يعني الـ مش كبير جدا هنا الآن حاليا يعني ما تشوفوه بشكل كبير ولكن هذه هنا فقط مسألة وقت إلى أن يختلف هذا هنا بشكل كامل فلما البيتكوين هنا يبدأ بالارتفاع فما رح أكون متفاجئ بأنه نشوف هنا العملات المستقرة للحيتان تنخفض بشكل كبير لأنه هم أكيد رح يكونوا يبيعوا اتذر ويشتروا في البيتكوين فهذا هو جماعة اللي رح تشوفوه في النهاية أكيد لأنه هذا هو دائما في العادة اللي يحصل في البورنز تقدروا تشوفوه هنا كمان في شهر أغسطس هذا الشيء حصل فرح نحط علينا على هذا الشيء مش فقط هذا الشيء ولكن كمان جماعة إذا شفتم على البيتكوين هادل ويبز فهذا هنا بوساطة يوضح لنا من الناس اللي متمسكين في البيتكوين تبعهم الآن ومن الناس اللي قاعدين يبيعوا البيتكوين تبعهم طيب في الأسفل يا جماعة هنا هذه الألوان توضح لنا المتمسكين الجدد هذا هنا من 6 أشهر إلى سنة وهذا هنا من سنة إلى سنتين وبعد كده هنا في الأعلى في القمة في عندكم الناس اللي متمسكين لأكثر أو البيتكوين اللي ما تم لمسه منذ أكثر من 10 سنوات لما البيتكوين ارتفع فتقدروا تشوفوا الأصفر اللي هو هنا قاعد يهبط معنى أنه يعني الناس اللي متمسكين أو بشكل أصحي الناس اللي جمعوا البيتكوين في السنة الماضية حالياً قاعدين يأخذوا الأرباح وكمان هنا بعض الألوان الخضراء تقدروا هنا تشوفوا اللي متمسكين منذ سنة أو سنتين تقدروا تشوفوا بأنه هبط شوية وقاعدين يأخذوا أرباح فيعني كلما ارتفعنا هنا للأعلى يا جماعة تقدروا تشوفوا بأن البيع هنا قاعدين خفضي قل ويمشي بشكل مسطح فهذا معنى تجمع بأن الناس اللي جمعوا البيتكوين منذ عدة سنوات فهم في الواقع ما يبيعوا عند هذه المستويات فيعني فقط الناس اللي قاعدين يبيعوا حاليا هم الناس اللي متمسكين على المدى القصير يعني الناس اللي اشتروا البيتكوين مؤخرا يعني ربما كانت مجرد صفقات على المدى القصير أو شيء آخر ولكن اللاعبين الكبار اللي قاعدين يجمعوا في هذه الانخفاضات الكبيرة فهم في الواقع ما يبيعوا البيتكوين تبعهم حاليا طيب في الاخير يا جماعة السبب الاخير اللي اعزو يوريكم اياه هو مؤشر سيولة من التك ديف طيب واللي عندكم هنا جماعة وهو انه في عندكم هنا الشانيز يوان وعندكم هنا السيولة في الصين وعلاقتها بمؤشر الدولار والبالانس شيت او الاصول لامريكا واليابان والصين طيب وهذا هنا يعطينا المؤشر في الاسفل طيب في العادة لما نشوف هذا هنا ونوصل للقاع ففي العادة نرى البيتكوين يرتفع يرتفع للأعلى مع السيولة في الأسواق العالمي ولما نصل إلى القمة فالسيولة تنخفض وبيتكوين ينخفض وبعد كذلك نوصل إلى القاع والسيولة تزداد وبيتكوين يرتفع ويزداد سعره فالبيتكوين يجمع بالمناسبة هو الخط البرتقالي هنا في الأعلى طيب ولتقدروا هنا نرى الجماعة وهو أنه منذ أن وصلنا إلى القاع في نهاية 2022 هذا هنا كمان كانت قاع السيولة هنا على هذا المؤشر وبعدها من هذه النقطة فإحنا قعدنا هنا في هذا الارتفاع المستمر في البيتكوين وهذا هو في العادة اللي نشوفه بشكل عام تقدروا هنا تشوفوا يا جماعة بأنه لما تطلع إشارة القاع هنا في الأسفل على هذا المؤشر هنا هنا وهنا فالبيتكوين في العادة يرتفع بعد كذا وأعتقد بأنه هذا هو اللي راح يحصل في هذه المرة كمان طيب جماعة من هذا كل شيء عندي لكم اليوم أعتقد بأنه البيتكوين راح يرتفع وأعتقد بأنه نعم الإيثريوم راح يحصل على ارتفاع بعد تماسك البيتكوين وبعدها كمان الأسواق العملات البديلة راح ترتفع بشكل كبير فهذا يا جماعة بشكل عام نفس الشيء اللي أنا قاعد أوريكم هنا ووضح لكم مياه اليوم والأيام السابقة وهذه هنا فقط مجرد أشياء تدعم رؤيتنا حيتاني اتدر هنا الآن على وشك بأنهم يبيعوا كل شيء ويدخلوا في البيتكوين وموجات التماسك نقدر هنا نشوف الحيتان بأنهم ما يبيعوا البيتكوين تبعهم هنا متماسكين منذ فترة طويلة ومش قاعدين يبيعوا البيتكوين تبعهم وكمان السيولة هنا إشارة السيولة اللي توضح لنا السيولة العالمية فالبوتا التبعي هنا راح تستغل وتستفيد من هذه التقلبات ورح نستمر جماعة بإدخال أرباح حائلة من هذا البرن جماعة هذا كل شيء ندي لكم اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم